انا رأيي خلاص الموضوع انتهى معاش في لزوم الناقش سترد ام لا ترد يعني الايرانيون عندما يعلن الامام الخامنائي وعندما يؤكد الرئيس رئيسي وعندما يجتمع مجلس الامن القومي انا بلكن الامر رأى التنفيذ خلاص اخذ القرار بالحجم والنوع وباعتقد المكان يعني انه داخل فلسطين المحتلة ورجح هذا هذا ما حدب يعلم الله الله لكن بحدود ما نعلم ونتابع طريقة فهمنا للتفكير الايراني لمصلحة محور المقاومة اعتقد هذا وبالتالي هلأ ترك الامر للميدان يعني اولا ترك لي انجاز الاحتفال في يوم القدس اللي هو غدا وبرأيي سبت احد تنين تلاتة يعني نحن في هذه الاسبوع الذي يفصلنا عن الموعد القادم لحوار الاسبوع نحن على موعد مع الضربة الايرانية واللي كمان خليني يقول انا مش مستعجل كتير وانا ضد الاستعجل لانو انا رأيي مفاعيل ما قبل الضربة لا تقل بل ربما تزيد عن الضربة يعني نحن هلا قدام اسرائيل وقف على نص اجر مش على اجر ونص شو بدي به المطبلين والمزمرين لا اسرائيل واللي رح يقولوا هذا الكلام مبالغة واسرائيل كذا اسرائيل مذعورة شو هذا ما مبالغة لما بتفضى السوبرماركات وتستدعي ان يخرج الناطق العسكري الرسمي على التلفزيونات يدعو الناس الى عدم تخزين المؤن انتو تعرفوا شو يعني هذا الحكيم هذا لا يحدث في اي بلد بالعالم الا عندما يكون الهلع قد اصاب المجتمع لما بيقول لا تشتروا مولدات يعني ما بقى في مولدات بالسوق لما بيقول لا تذهبوا الى ما في خوف ما في الاكل مأمن المي مأمني هذا يعني فضية السوبرماركت وقريبا سوف ترون على وسائل التواصل الفيديوهات بالسوبرماركات الرقوف الفاضي والهذا لما بيقول انه لا تهرعوا الى آلات سحب الاموال لانه ما بقى في كاش يعني الناس سحبت لانه خيفاني قالت لك بركي هاي الضربة تحولت لحرب انه هاي زدتولون علينا ميت صاروخ الايرانيين بين تل ابيب وبين جوجدان وبين هذا وردت اسرائيل وردت امريكا وردت ايران ورحنا يعني صرنا مثل ما بيقولوا فتفيت سمك ما نقول كلمة اخرى واضح ان القلق والذعر هو المهيمن ولذلك انا رأيي ان ليش العجلة يعني نحن مش عمقول لا ايران ليش العجلة نحن ليش نستعجل الايرانيين اين هو الرد واثقون من ان الرد اتي واثقون من ان قرار الرد قد اتخذ خدوا وقتكم ما يحتاجه تقديركم للموقف انتم ايها القادة المعنيون بتحديد الرد وموعده ومكانه لا تشعروا بانكم تحت ضغط رأي عام يقول اذا لم يتم الرد الان فانه سيشكك لا الرأي العام الان بما فيه لدى الاعداء وخصوصا لدى الاعداء يصدق مئة بالمئة ان الرد اتي والرأي العام المشكك خرس اختفت اصواته والرأي العام المؤيد مؤيد يريد للرد فعالية فاذا كان ثمة فعالية في الوقت الذي يفصل عن الرد فاستثمروها بنتقل هلا لا مجموعة اسئلة سريعة في الحقيقة يعني او اجوبة سريعة على اسئلة لحتى يعني نستفيد من الوقت الباقي عم حاول شوف طبعا التحيات شكرا ألف شكر لكل التحيات يعني في طبعا سؤال عن هل هناك امكانية لان يؤدي الرد الايراني الى اندلاع حرب برأيي سؤال وجيه يعني ومهم هون اسمحولي شوي لانه برأيي هذا يعني انا اصلا كنت ناوي احكي فيه لكن انا ما بدي افرض يعني ما بذهني على ما تفكرون به لذلك انا اخدت يعني من الاسئلة من التعليقات القضايا اللي اتناولتها والان يعني بما ان هناك حتى في حدث سائل انه ممكن يكون قدام سلاح نووي ولا اكيد ما في سلاح نووي لما حكي وزير التراث الاسرائيلي بموضوع سلاح نووي فورا الاماركان قالوا له لنتانياهو ستدلوا نيعوا لهذا الروس بيسمعوه بروحوا هن بيستعملوا سلاح نووي على اوكرانيا وانتوا اصلا ما بتقدروا تستعملوا مع انكم عمق جغرافي يعني لاستخدام سلاح نووي انه هالقد المدى يعني عرض فلسطين المحتل وطوله لا يتسع اصلا لانت تستخدم سلاح نووي في اي بقعة جوار وانتوا معاركوا مع الجوار يعني على كل حال لكن ان تؤدي الى حرب خلونا بالاول نحط الغارة هي وين واضح انه الاسرائيلي مخنوق شو مخنوق جبهة لبنان وجبهة غزة وجبهة البحر جبهة لبنان وغزة بالنسبة للاسرائيلي خلينا نقول جبهة البحر الاحمر بالنسبة للامريكا لبنان وغزة حطوا الاسرائيلي دام معادلة قوة الردع تبهدلت انه بلبنان وين قوة الردع لا يتجرق حزب الله بيفتح الجبهة بدون ما تكون انت عامل عملية بيوسع بدون ما تكون انت وسعت بغمق بدون ما تكون انت غمقت بعلي انواع السلاح بدون ما تكون انت عليت طيب وين قوة الردع وين قواعد الاشتباك عم بحكي في الايام الاولى انا ما عم يعني في كل مرة كانت النقلة تحدث كانت تحدث بنبادرة من حزب الله طيب ايجا الاسرائيلي يقول بعوض عن هالشي مثل اغتيال الشيخ صالح العروري مثل بضرب ببعلبك ما 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 ادر يعيد قدرة الردع يعني يخلي حزب الله يتراجع وخلق له حزب الله مشكلة اذا حطينا جانبا كل التداعيات المترتبة على حرب جنوب لبنان يعني موضوع تجميد قوات مسلحة اصابتها المرابد المدفعية شبكات الباتريوت استنزافها في مشكلة اكبر هي المستوطنين انه كبلوا مئة الف بتنقتوه نحنا معودين منهجر ومنجي ومنبقى ومنروح وتهجيرنا غير تهجيرهم يعني انه الناس العيلي اللي عنده اطفال وهذا بتفضي العيلي اللي عنده امكانية بتروح وبترجع طلعوا على الشريط الحدودي انتوا جمعة سبت احد بتلاقوا كأنه ما في حرب يعني انه الناس بعدها بتطلع متل ما كانت بتطلع في الايام العادية هذا خصوصيتنا هني لا في نزوحوا على قاعدة البعض يتحدث عن السفر والاجراء انه خلاص ما بقى ينعاش بها الكيان فهذه معضلة وحزب الله حطوا بين واحد من اثنين يا بتروح على الحرب الكبرى اذا مش هلق ابضاي يا روح واقف العدوان على غزة وما في لزون تطلب مني شي ولا اطلب منك شي ما بدي ثمن اصلا واقف عدوانك على غزة ينتهي الموضوع هنا طيب فهو قدام معضلة حرب كبرى ما قادر يروح عليها والوقف العدوان كلفته عالية اعلان هزيمة غزة شا عملت له عملت لقصة مشابهة في الاسرة وفي القتال والخسائر لا ادري يروح على حرب كبرى ولا ادري يروح على وقف العدوان شو اختار الاسرائيلي اختار الاسرائيلي انه اللعبي مع ايران بتشرك امريكا تحت شعار منع التدهور مش ما في هذا نظرية نتنياهو بورط امريكا بحربه الى اخره وكذا شيلوها نتنياهو ادخن راسب اسرائيل لا يجرؤ لا يملك اصلا القدرة على اتخاذ قرار عمليات يورط امريكا فيه هو صنيعة امريكية هو برغي في المكانة الامريكية هلأ بشطحة ألم من رئيس امريكا توقف الحرب ما يضحكوا علينا وما حدا يلعب لنا بعقلاتنا وانهم اختلفين بس ما ايه هاي الاختلاف مريح اتنين هذا اختلاف عم بيربح بايدن امام الشارع الامريكي انه عم بيقول انا عم بضغط عليه وانا عم صرخ عليه وانا عم عيط عليه وانا عمل له ما بيقبل وما بيسمح وهذا ونتنياهو عم بيقول له للإسرائيليين انا اللي ما برد على حدا انا اللي مدافع عن هوية اسرائيل المستقلة هاي المعارضة عميلة عند امريكا نين كاسبانين بس اذا جوزيب بوريل عم بيقول انه يا بايدن ما تضحك علينا انت بدك تنصحه لنتنياهو بكتل له بليز هيك عمله اذا بتريد وقفلوا شوية اسلاح وزخيرة بعدهم بارع عطيه 35 طيارة اف خمسة وثلاثين اه خمسة وعشرين طيارة اف خمسة وثلاثين ودخائر 3000 رطل القنبلة والى اخره اللي عم بيضرب فيهم بغزة وبيدمر المربعات السكنية عمين عم يكزون لكن نتنياهو بيعرف انه الملف الايراني هو ملف سياسي وبالتالي التصعيد بين اسرائيل وايران بده يؤدي الى يعني التدخل الامريكي السياسي التفاوضي للمة يعني ملفات اوسع مدى من غزة فبيضيع التنازل الذي يجب تقديمه في غزة بقلب سلة اسمه اه حلول امنية سياسية لملفات المنطقة منع التدهور نحو حرب كبرى وبالتالي انه هذا بيجيب الروس وبيجيب الصين وخلينا نتصعب ولذلك انا بقول الرد الايراني ارجح ردا اسرائيليا عليه وارجحه ردا على الرد يعني هذا الصعود على السلم بالنسبة لنتنياهو قد يكون المخرج للوصول الى يعني صداع التسوية هو فيها حد ايران وحد امريكا وحد كذا فبالتالي هو مش انه انه انهزم امام حماس وانكسرت رأبته امام حزب الله هذه هي المعادلة التي ارادها طبعا في سياق هذه المعادلة في اهداف تكتيكية الاهداف التكتيكية هي الظهور بمظهر قوة الردع اعادة ترميمة انه انا بتجاوز قواعي الاشتباك ما في حصانة للقنصليات والسفارات والمؤسسات الدبلوماسية انا ما بتفرق معي ما بعمل احساب لشي انا بضرب انا ما بهاب شي وبالتالي خلق هذه الصورة للقوي التي تزعزعت اركانها في الطوفان واهتزت في جنوب لبنان بحاول اعادة انتاجها ثم بالاضافة الى هذا بياكل من ماء وجه محور المقاومة وعلى رأسه ايران انه اصابة بالغة ما بتغير قواعد الموازين اه ما بتغير ما بترجع مستوطني الشمال وما بتطلع الاشرة من غزة وما بترد قوة الردع في جنوب لبنان وما بترد لانه ما بتنهي سلاح المقاومة يعني وما بتنهي وجود المقاومة في غزة وما تلحقه باسرائيل لكن الناس مش شغلة التحليل الناس قدامها صورة وفي هذه الصورة هذا النوع من الاعمال وهون بدي جاوب على سؤال بالطريق على الموضوع الامني لانه كتار يعني يقال لهم بيقروا بيسمعوا هذا فبيستنجوا وبيقولوا لك والله منطق انه ليش عم بيرحلنا هالأدناس كيف عم يقدروا يفوتوا ويعملوا افتراقات خليني الكنشي في حقيقة اسم ما يلي ببنية المقاومة وقوى المقاومة وحركات المقاومة الشخصيات التي يعني يجب الحفاظ على امنها الى اقصى حد يجب ان تمنع من الحركة وتمنع من الاتصال مثل معامل سمحت السيد مثل معامل محمد ضيف بمعنى في مكان لا امكانية لمعرفته لا تنقلات علنية حتى الضيوف اللي بيروحوا من اقرب المقربين ما بيعرفوا وين بينعمل الف طريقة او طريقة امنيا لحتى ما يعرفوين ويتنقلوا من سيارة لسيارة ومن ملجأ لملجأ ومن طريق لطريق اتصال ما فيه تليفون ما فيه انترنت ما فيه الى اخره انا هذا الكلام مش اليه انا الحج عماد مغنيي يا الله يرحموا لما التقيت فيه قبل استشهاده بشي بعتقت شهرين وكنت زعلان لاني شفته بدون ترتيبات واجراءات امنية تلو ليهك حج عماد قال لي ما بيعرفوا ان احنا رفت نضال يعني في سنوات ما قبل 82 وبعد 82 فقال لي يا ابو عيسى يعني لا نحكي بصراحة اذا بدنا نجهز ونستعد بسرعة انا لازم روحوا ايش ولازم اتنقل ولازم هذا ولازم احمل تليفون ولازم اتصل ولازم بغير التليفون بجيب تليفون بجيب تليفون لكن في نهاية المطاف انت عندما تكون متصل عندما تكون متنقل عندما تكون متحرك فانت قدام مين تتحرك بصمة الصوت بصمة العين بدك تمرؤ بمطارات مثلا يقال انه بايحدى الدول العربية احدى مطارات الدول العربية تم التعرف على صورة وجه للحج عمان لم تكن موجودة من خلال بصمة العين وبالتالي بناء عليها صار فيه يعني وثيقة اسم الصورة وهكذا فإذا فيك ما تتحرك هو كان عن بيقولها أنا ما فيني ما تتحرك بالتالي فيه مخاطرة بدي أحملها وفيه ثمن بدي أدفعها أنا رأيي يعني ما نتأستزي كتير خاصة على الشهداء إنه بيجي واحد بيقول لك معقولي هالأدف قادي وهذا مجتمعين بمحل يعني هني بدين يجتمعوا بمحل طيب لو أصيبوا في مكان آخر غير القنصليين يعني شو كان راح يقولون نفس الكلام إنه قادة ثلاث مهمين أربعة مهمين يعدوا بمحل واحد هني راحين يجتمعوا إني مش إنه قاعدين عم يشربوا شاي وعم يتسلوا يعني أصلا رمضان الزايمين يجتمعوا فواقع الحال إنه الحركة مين نسيطر على أدوات الحركة مين نسيطر على الأقوان الصناعية مين نسيطر على شبكة الاتصالات العالمية مين المتفوق ونحن ما بننكر في برامج التجسس وبرامج التنصت وبرامج التتبع وبأنواعها المختلفة ليش المقاومة هلأ على الحدود مع فلسطين المحتلة كل يوم كل يوم كل يوم شغلتها وعملتها بالإضافة إلى جدول أعمالها الخاص لليوم هو تفقد كل البنى الجديدة الإلكترونية وتدميرها لأنه ها هي الحرب لأنه الإسرائيلي لما كان عم يستعمل هول بكامل طاقتهم وكفائتهم كان كل يوم رغم أن أذى المقاومة على الجبهة كان بعض مبسيط بس كل يوم كان أنا عشر شهداء هلأ تمروا أيام بحمد الله والله يرحم الشهداء كان شهيد أو اثنين بس أنه فيه شهيد أو اثنين ليه؟ لأن هذه البنية الإلكترونية تم تدميرها وبالتالي بهذا المعنى نحن قدام إذن يعني طبعا قول أكيد الشهداء يرتقون بس عم نحكي بالآخر يعني معادلة الاستهداف إذن تأتي للتفوق نعم هناك تفوق أمريكي إسرائيلي فيه منظومة الاتصالات والبرمجيات وبالتالي فيه إمكانية لتفاديه بالجمود التام والانقطاع التام وتخفيف مخاطره وإمكانياته كيف تم اغتياله الحج عمان ما بقي خمسة وعشرين سنين مدوخهم هني بقولوا دوخنا الشهيد العميد مهدي أصلا هني عم بيقولوا هني الإسرائيليين عم بيقولوا أنه قلنا عشر سنين عم نلاحوا وبالتالي هلأ جاءت الفرصة شو جاءت الفرصة أنه لقته بواسطة شي ما معلومة يمكن لقته تليفونات اللي معه ما بعرف يعني أنا ما شغلته وما بحب وما بحب تدخل بما ليس لي فإذن نحن قدام لا تكافؤ مثل ما نحن في المجال المعنوي هم لا يستطيعون أن يبلغونها في المجال التقني التجسسي نحن صعب أنه نقدر نلحقهم في هذا المدى المنظور بالمجال الناري قدرنا نسبقهم مش بس نلحقهم في مجال القتال البري قدرنا نسبقهم مش بس نلحقهم في البيئة الحاضنة وصمودها وتماسكها قدرنا نسبقهم مش بس نلحقهم بس أني بالطيران متفوقين مثلاً طبعاً متفوقين بالطيران متفوقين بمجالات أخرى منها هذا المجال فلذلك أنا يعني أدعو إلى الرد على الذين يتنمرون أنه كيف وليش والاختراقات طبعاً فيه اختراقات شو يعني ما يعني أنه أنه الإسرائيلي بيقول أحد الضباط الجنرالات بتحقيقات اللي صارت على حر التموز بيقول أنه أنا عندي مقر مدفعي في منطقة ميرون مقابيلنا في كازينو فكنت أرى هذا الكازينو فاتح يعني والقصف عمي نزل فوق وأنا أقول أنه شو هبل هو الحزب الله ما عندهم حدا يصحح لهم رمي يعني يقولون هول مربض المدفعي عدتلي هاي مش عهدي بس خلصة الحرب عرفت أنه هوني كان مركز التنصت وأن حزب الله كان يعلم شيئاً أنا العميد بالجيش الجنرال بالجيش الإسرائيلي ما معي خبرو طيب في محلات لا أما كمان هني بيشكوا بأماكن كيف علموا كيف عرفوا كيف استطاعوا أن يعلموا واحد اللي كان قائد قوة إيجوز أيضاً بالهجوم على بنت جبيل لما طلب إلى الهجوم على بنت جبيل هو ذهب بيعطي إفادته بعد الحرب فشو إفادته بتقول؟ بتقول ووصلت على نهارية تبلغت هناك أن مهمتي أن أقود وحدتي نحو بنت جبيل وأن الوحدة تنتظرني على الحدود وسلمت هاتفاً خلوياً مشفراً شغلته عندما شغلته تلقيت عليه رسالة كانت أول رسالة والرسالة تقول فلان الفلاني أهلاً وسهلاً بك في بنت جبيل التوقيع حزب الله والمقامة الإسلامية وهي باللغة العبرية وأبلغت الأمان والشباك وجاءني الجواب بعد شهر واحد قال من هولندا وواحد قال من الهند وبين الهند وهولندا تشابه ثلاثة حروب فقط يعني أنه الاختراق نعم فيه اختراقات ما حدا يقول لا ما فيه اختراقات وعندنا فيه اختراقات وعند الإسرائيلي فيه اختراقات وهني اختراقات أكبر صحيح صحيح لأنه هني عراقة تاريخية أمريكا فيتي بالخياشين تبع شعوبنا وأمتنا ومؤسساتنا المالية الاقتصادية بتهدد بالعقوبات وبالأموال وبتمنح مميزات ومنح وإلى آخره وأكيد مجند واللي بتجنده أمريكا مجند لإسرائيل ما نضحك على بعض يعني فنعم هناك اختراقات ومطلوب تلافيها والانتراقات هذا مش جديد كل الناس هاي مهمتها وهذا واجبة لكن في قلب هذه المعركة هاي ضريبة المواجهة ضريبة الحرب وبالتالي يعني بألم بمرارة نتلقى الفقدان لكن مش هذا اللي بيغير معادلات بعدين خليني ألكن شيء هذا تعظيم لمكانة الشهداء مش كما يبدو في ظاهره تقليل من مكانتهم شو هو الإسرائيلي مثلا فقد 30-40% من نصاب عددي في بنية ألوية النخبة بولاني وغيره طر يسحبونه من الجمهة لأنه ما فيك تقاتل بلواء من كرسح المقاومة تخسر قادة البعض بفكر أنه خسرانها للقادة سيؤثر على أداءها سيضعف قدرتها أنا ما رح أعطيكم تحليل أنا رح لكم بالتجربة الحسية الملموسة استشهد الحج عماد ولم يكن في ظلنا مرغم أنا بعرف السيد مصطفى بدر الدين الله يرحمه الشهيد والفقار وبعرف كفاءاته وبعرف يعني رفعته مع الحج عماد غير القرابة يعني هن كانوا أصدقاء ثم تناسبة ما حدا كان مقدر أنه يتم ملء الفراغ طيب استشهد السيد مصطفى الآن ما بنعرف مين اللي استلم لكن معركة سوريا التي أكملت وحقق النصر فيها بعد استشهاد السيد مصطفى ثم معركة الجنوب التي تدار الآن نحن أنه نفتئد للحج عماد والسيد مصطفى قطعا بس بالمعنى العسكري هل نشعر بأننا الآن هذه مقامة كسيحة على الإطلاق هي بكامل قيافتها ولياقتها وأدائها وجديتها طيب محور المقامة الركن العسكري المؤسس فيه الحج قاسم سليماني أكبر مهمة عسكرية نفذها المحور هي طفان الأقصى طيب هذه تمت بعد استشهاد الحج قاسم طيب المقامة العراقية أعظم عمل قامت فيه المقامة العراقية سواء بالعمليات على القواعد الأمريكية أو بالاستهدافات للعمق الإسرائيلي بالاعتراف الإسرائيلي نفسه آخر إيلات يعني أم الرشراش بعد استشهاد أبو مهدي المهندس هذا مش لأنه يعني بغيابهم صرنا أقوى لا الشهادة الشهادة عندنا شيء آخر هي قوة دفع هي تحدي معنوي للذين يتحملون المسئولية ويحملون الوصية بأن يكونوا أوفياء مخلصين يقولوا لهؤلاء لأرواحهم لقد قمنا بتنفيذ الوصية لقد حملنا المسئولية وبالتالي عم نلاقي أنه نحن قدام مشهد استشهاد القادة بيترك ألم بيترك مرارة لكن فورا نجد أن عود المقاومة يصلب ويشتد ويحقق إنجازات وبالتالي نعم حرام نخسرهم نحن بهم أقوى لكن نحن بهم أحياء وشهداء أقوى وهم شهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون لكنكم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر